موسيقى 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 بجعنا لكم مشاهدين بعد أول فاصل في برنامج الصباح الشرقية مشاهدين مشاهدتنا مكان مرتب ومنظم يوحي لنا بأن صاحب المكان مبدع ولكن هناك من يقول العكس بأن الأشخاص الفوضويين هم الأشخاص المبدعين في بيئات عملهم على الرغم من الفوضى التي تحيط بهم وأكيد مشاهدين في هذه الفقرة حبينا نخصص حديثنا عن الفوضى الإبداعية ونصبح بالخير على الأستاذة دلال الشيخ طاها مستشار ومدرب دولي ومعتمد في التنمية البشرية صباح الخير أستاذة صباح النور فيك يا حماد صباح الخير أستاذة دلال صباح النور فيك يا عائشة بالنسبة لموضوع عنوان حلقتنا اليوم بخصوص أن الأشخاص الفوضويين والابتكار أو الإبداع هل يخلق الإبداع من أشخاص أو شخص فوضوي في حياته؟ بصراحة في بداية الأمر المقدمة التي تفضل فيها محمد مقدمة رائعة البشر أحكام على الناس بالمظاهر مثلا هذا إنسان يعيش في بيئة فوضوية فبينسب له صفات عامة فاشل لمبالاة عدم اكتراس يعني صفات بمجملها سلبية ولكن العلم الحديث أثبت بالدراسات بأن الإنسان الفوضوي هو الإنسان المبدع والفوضى هي عنوان الإبداع كيف ممكن بنقاش الحالة؟ أنا مبتبي في الدوام الصراحة فوضوي كمعناتها أنا مبدع أنا أريدينك لو أنت مثلا مرتبك في الدوام لأسباب تتعلق في الدوام لو أنا أريد أن أخيرك يا محمد وأقول لك في بيئة مرتبة وبيئة غير مرتبة منظمة وفوضوية أي بيئة تختار لتشغل فيها أو لتعيش فيها؟ المنظمة منظمة حاضرتك يا عايشة بالنسبة لي أنا مادر أحب المكان مرتب وحب المكان يعني منظم بس في حال فوضوي من أي ناحية الفوضوي؟ أيوة هلأ نحن نميز بين تنتين من أنواع الفوضى هذا اللي بدنا نوصل له الفوضى الخلاقة المبدع اللي هي عنوان حلقتنا والفوضى لمجرد الفوضى اللي هي من إلا فوضة التشتت نحن فوضة التشتت طبعا لا تعنينا لأنه متطلع من أفراد مبدعين أو متطلع من أفراد مشاغبين أو فعلا عندهم لا مبالا أو عدم اكتراس بما أنه نحن بنهتم ببيئة العمل وبدنا نجاح يكون في عملنا والموظفين فيهن الفوضوي فيهن المرتب أو المنظم فنحن اليوم هنركز على الموظف الفوضوي في بيئة العمل يعني هاي الحلقة تخصني تخصك انت يا محمد شايف تركت لك بسحب التري بس اللهم ما بين ببارتشنا ونا حاجز فمحمد يعني أوراق وأشياء هلأ في ناس مثلا أنا لو دخلت على البيئة اللي بيشتغل فيها محمد يقول أنا بشوفه بعض الشاشة ناجح وبدير الحلقة مضبوط يعني وناجح في شغله كيف بيقدر يلاقي أشياء اللي حتلزموا بهذه المكتب بينما هو فعلا ما بضيع ولا غرض صح يا محمد ولو بده أي حاجة بيعرفي طولة بالضبط وبأقصر وقت ليه لأنه في فرق بين فوضى التفكير وفوضى المكان أنا لأني أنا عم بحط حالي محالي محمد أنا لأني بعيش بالفوضى هذا لا يعني أنه أنا عقلي أو أفكاري فوضى مشوشة لا أفكاري تنظر إلى الأشياء الخارجية بطريقة غير مألوفة تختلف عن باقي البشر فكون نظرتي للأشياء الخارجية مختلفة عن غيري فبيمر بعقلي أفكار خلاقة مبدعة للتغيير هالأفكار هاي هي اللي مسميها الفوضى يعني هو بالظاهر كلمة فوضى كلمة سلبية ولكن الأبحاث الآن بتأكد الفوضى هي الإبداع وفي جامعة مينوسوتا في أمريكا عملت بحث لقيت نتيجة البحث الخاصة بجملة واحدة فقط من أربع أو خمس كلمات قالت إن الفوضى لدى الشخص تتناسب طردا مع إبداعه فتخيل يا محمد قداش أنت؟ أنا مبداعي فهي لخصتها بأبحاث طويلة وسنوات طويلة الناس لما نزل هذا التعريف للفوضى ادايقت لأنه مثلا أنا مثل عايشة بحب النظام والترتيب أنا جدا مستانسة هذا هو أنت صبح الله حواء بشكل عام يعني تحب أنه شيء مرتب أنا بالنسبة لي يعرفوني أنه أول بداية كل أسبوع لازم في باقة ورد يعني ما أقدري هذول الناس مثلك أنت وأنا كمان نفس الشيء ولكن ممكن بنهاية الحلقة نطلع بقرار أنه لازم نغير ونأخذ جزء من شخصية محمد هذول الناس المنظمين بحسوا بالأمان والطمأنينة لما الأمور ماشي ضمن روتين معين لأنهم يتطمنوا لنتائج هل أنا أعرف حالي واحد ذائد واحد تساوي اثنين فلما بحط مثلا وردتين جنب بعض ما حصيروا ثلاثة فأنا متطمنة للنتيجة وهذا اللي بيكون الدافع ورا الناس المنظمين أنهم يحافظوا على نظامهم إحساسهم بالأطمأنان لأن الفوضى فيها أفكار غير مسبوقة فيها تنبؤ غير متوقع فيها حدوث أشياء غير متوقعة أنا أمانة أستاذ الدلال أخاف أحط إيدي على مكتب عايشة لأن مكتبها منظم ستعرف أنه في مين ما تقيده أنا فيها المشكلة عندي في أقلام تروح بس ما أعرف أنا أقدر أقلمك يا محمد لا أقلام إلى أين تروح بينما أنت على رغم من كل الفوضى لو إجا حد وأخذ لك غرض من على المكتب ستقول مين اليوم لعب لي بغرهضي لأنه فيه نظام داخل عقله منظم أغراضه بفوضى نعم فيه في البيت عنا أشخاص فيك وأشخاص فيك نفس الشي بنرجع للفوضى اللي أنت تتناسب مع الأشخاص طردا مع الإبداع فيه عالمة نفس الشتغل بنفس الجامعة الأمريكية اللي ذكرتها قالت خلونا نأكد هالأبحاث لنطلع بنتيجة حقيقية فجابوا مجموعتين من الطلاب وعايشوهم بغرف بيئة منظمة مثل بيئتك يا عايشة وبيئة فوضوية مثل بيئتك يا محمد وحتوا إحسائية ليشوفوا شو كم الأفكار اللي حتطلع منها البيئة ومنها البيئة وجدوا أن الأفكار اللي أنتجتها البيئة المنظمة تتساوى في العدد مع الأفكار اللي أنتجوها الطلاب اللي عاشوا في بيئة غير منظمة ولكن وين الاختلاف؟ طريقة تفكيرهم طريقة إخراج الفكرة كانت بالنسبة للناس المنظمين كانت تقليدية مكررة أما بالنسبة للناس الفوضويين كان كل طالب بالغرفة يعطي فكرة غير متماثلة مع زميله فكانت كل الأفكار جديدة وكل الأفكار فيها إبداع لأن الجديد إجا من شيء غير مسبوق فهو إبداع فأكدوا هالنظرية اللي قالوها أن الفوضى تتناسب الإبداع والفوضى يتناسب طرداً مع بعض أكدوا هالفكرة من خلال طلاب حقيقيين عايشين في الجامعة فمنرجع بنقول نحن مع الفوضى لأن الفوضى هي الإبداع إذا ذكر هذا الإنسان مرتب ومنظم وتفضلت أستاذ دلال بأن حسب الدراسات الأشخاص الفوضويين أصاروا أكثر إبداعاً أو أكثر بالنسبة للإحصائيات أو الدراسات التي اختبروا فيها لكن إذا كان هذا الإنسان منظم يعني ما تكون عند أبدا أفكار خلاقة كثير الشخص الفوضوي أبداً أبداً لكل قاعدة تنشواز أنا منظمة جداً جداً أنا لما بكون البيئة فوضى ما بعرف فكر ما بعرف انتج لازم روّق المكان لازم عطر لازم 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 بعدين وقت فكر أحنا تبطعوني أنا الغلط بس أنا بعدين الغلط أنا بعدين الغلط نحن بالنهاية حنصالح نحن بالنهاية حنصالح ولكن الطبيعة البشرية هي تحتوي الجزئين مهما كنتي منظمة عايشة حتمر عليك ساعات تحسي فيها أنك الأمور خارجة عن نطاق سيطرتك وفي فوضى حواليك لأن الطبيعة البشرية تحتوي على العنصرين نحن بطبيعتنا بالفترة عندنا النظام وعندنا الفوضى بداخلنا ولكن البيئة اللي حاولنا إما بتشجع الفوضى أو بتشجع النظام يعني أنت لو خلقتي ببيئة الوالدة فيها مرتبة ما بتسمح لك تطشي غراضك هون وهون ما بتسمح لك تتصرف بوقتك لما ترجع من المدرسة عندك بكل ساعة معين إليك واجب معين تقومي فيه لحتى تصلي لساعة النوم أنت هاي البيئة هي سقلتك لتكوني منظمة ما بإيدك بينما مثلا لو حكينا عن محمد محمد أنا ما بيقول هو ما عاش في بيئة منظمة ولكن يمكن أن يكون هو مختلف عن إخوانه فما أدرت الوالدة تحط ضمن بطقة نظام الأسرة لأن الوالدة جدا من الضمن فلما تشوفني في هذه الفوضى تعجز قدامك أو تتركك لهذا لسبب إما إما لأنها عجزة أو لأنها ما بدأت تزعجاك حين لو الوالدة تتابعني أقولها سمعيها الكهام لو كذلك شباب يعني شباب بشكل عام شباب عندهم هذا الشي يعني أنه فعلا الموضوع الترتيب والكركبة مثلا ما يقولون أيوة الكركبة في أمهات إما بتستسلم للموضوع أو بتقول خلي يكون هو يعني غير شكل عن أخواته يغير شكل في العائلة بتكون ممكن تكون تركتك مش عن دراية بالإبداع والفوضى عن تساهل معك ولكن أنت هتساهل هذا إجا لمصلحتك لأنه خلى الفوضى تنمى عندك وخلاك إنسان فوضوي على الكبر وخلاك مبدع عندك نواة الإبداع هي ما هون المشكلة بصراحة المشكلة لما بنجي للعمل أيوة صح؟ وهذا المهم نحن أساسنا كيف نجعل من هذه الفوضى بالضبط يعني خلاك خلاك بالنسبة للبيت الوالدة تتساهل في محبة في موادة ما فيها الرسميات بالنسبة لأي مكان تاني في زمالة في موانئ أما بالعمل فيه بالنهاية تقييم وظيفي وفيه بالنهاية تقييم مؤسساتي للمدير ولغيره بصراحة الفوضى في بيئة العمل هو مشكلة كبيرة جدا معادلة صعبة الحل ليش؟ لأنه بالعمل في عندنا إدارة مفهوم المدير حكينا بحلقات ماضية أن الإدارة تتطلب من المدير أنه جزء من عمل يكون فيه بيروقراطي مثلا فيه عنده قوانين لازم يتابع تنفيذة فيه عنده سياسات لازم يتابع تطبيقه وهلم مجر نحن نعرف أن المدير عنده مهام قصيرة المدى مثلا تكون يومية أسبوعية وهنده مهام بعيدة المدى المهام القصيرة المدى لا تنجز إلا بالنظام يعني تخيل أنا عندي موظف وعطيته مهمة أو تنتيني نيها هذا النهار ولأنه فوضوي راح من الوقت وقال لي بكرة بعمله ما بصير أنا أطلع من الدوام بدون المهام اللي هي من إلا لازم تكون محققة مية في المية فالمدير أنا ما بلومه لما بدي يكون هو بدي يحقق القوانين ووائل آخره لأنه النجاح في إنجاز المهمات هاي نقطة النقطة الثانية بنجي للفوضوي الفوضوي هو إنسان خارج عن القيود بيحب التهرب من التقاليد بيحب يهرب من القوانين هو بطبيعته هيك ما بيقدر يلاقي نفسه إلا إذا طلع برات السرب نحن نقول غنى برات السرب غنى برات السرب فبالإدارة بالشركات بالمؤسسات العمل في عنا قوانين فهو بدي يتحايل على هالقانون هاد لحتى يطلع لجواته بيتصادم مع المدير لأنه المدير ما بيسمح بحد يكسر القانون أكيد صح؟ ولكن بنفس الوقت الفوضوي لما نحن نقول أنه الفوضوي مبدع فهالفوضوي هذا أثرة للشركة أو المؤسسة اللي بيشتغل فيها بفكرة إبداعية طلعت من صميم العمل نحن اتفقنا أنه هاي الفوضى فوضى خلاقة نبحث عن كلمة خلاقة لأننا استعملوها بالسياسة كتير وإلها معنى آخر في السياسة نقول عنها إبداعية لأنه فكرة جديدة غير مسبوقة لازم تكون تخدم صالح المؤسسة لصالح المؤسسة نحن متفقين هاي الفوضى مش الفوضى العشوائية الفوضى البناء هالفكرة هاي لما أجت لإنسان مثل محمد بتجي على شكل ومضة بتجي على شكل مرور سريع يعني إما بدأ يمسكها ويطبقها فورا أو بتروح بتفل إذا فلت نحن خسرنا هالطاقة الفوضوية اللي أنتجتنا هالفكرة الإبداعية فهون نحن لازم نوقف موقف حيادي رح نقول للمدير شيء ورح نقول لأمثال محمد شيء تاني رح نقول للمدير أنت معذور وغير ملوم إلى حد ما لأنه لا نجاح بدون نظام هاتفقنا عليها ومنقل له كمان شركتك ما رح تكونش من الشركة اللي تحصل على الريادة بدون إبداع مين حيجب لك الإبداع يا مديرنا إلا هذا الفوضى محمد محمد اللي هو مثال للفوضى لا إبداع بدون فوضى إذن الشركة كشركة أو مؤسساتية لازم تبحث عن تحقيق ثلاث أهداف ثلاث ركائز الركيزة الأول تتعلق بالإدارة منقل له لا نجاح بدون تنظيم والمدير بيتقيم بإدارته على كم الأوامر اللي بيصدرها وعلى كم التعديلات اللي بيصدرها ميدانيا ليعد القوانين غيره عملها يعني فيه له جزء من التقييم المدير كمدير وين إبداعه هو إبداعه هو بإصدار القوانين صحيح وإبداع الفوضوي بكسر القوانين فنحن نجي لمعادلة فيها صدام لازم يلتقى لحل الحل أنه الطرفين الموظف الفوضوي والمدير اللي هو سواء كان قائد أو روتيني هو لما بيكون مدير قائد طبعا كتير بيتصاحب مع الموظف الفوضوي لأن القائد عنده مبادرة المبادرة هو تقديم فكرة أو خدمة غير مسبوقة فبتتلاقى مع الإبتكار والإبداع اللي هو تقديم فكرة غير مسبوقة لذلك هون نحن أحيانا بالإدارة نقول بدنا مدير قائد ما بدنا مدير إداري أنا أمانة أتنازل عن فوضى ما قدروا قفواه المدير لكن هون لك مدير قائد هون لك مدير قائد القائد يتحلى بالجرأة لأنه لما بيعمل المبادرة وبيطرح فكرة عنده جرأة يطبقها عنده جرأة يكسر القانون والأعراف والتقاليد لحتى يطبقها عنده جرأة إذا فشلت يعترف بغلطه ويصلح لحتى يوصلها لنتيجة مفيدة بنفس الطريقة المبدع الفوضوي هو عنده فكرة هالفكرة لما تطلع معه عنده جرأة يشهرها يطلعها عنده جرأة يطبقها وعنده جرأة أحيانا إذا فشل فيها يدور على نقاط الخلال ويرد يبتكر فكرة ثانية بفوضوية ثانية يعدلها الخطوة كذلك أعتقد أستاذ للال بأن الشخص الفوضوي ربما لو كان في محيط العمل مزعج أو ربما فيه فوضى أو أنه فيه ضغط عمل أعتقد رح يبدع فيها عكس الشخص المنظم لأنه ربما ما يستحمل هذه الضوضاء ربما ما يستحمل هذه الفوضى فأعتقد الإبداع رح يكون أكثر عند الشخص الفوضوي أكثر وعن حسب الضغوطات ربما في هذا الأسبوع أنا عندي ضغط عمل مش طبيعي فأعتقد الفوضوي رح يكمل معها أو لا؟ لا الفوضوي يعيش بالضغوط أكثر لأنه عنده جرأة هو أصلا عنده جرأة قوية لأنه لما يطرح فكرة جديدة يكون عنده جرأة ليتحمل مخاطرة فعنده روح المخاطرة هو الإبداع هو مخاطرة مغامرة أما المنظم ما عنده روح المغامرة ما بيحب المغامرة قلتلك من البداية المنظم هو عنده شعور بالطمأنينة من خلال النظام فهو ما بيكسر النظام مستعد يعمل جهد عضلي أكبر وجهد ذهني أكبر مستعد يستغرق فيه وشغله ووقت أطول منلاقي المنظمين أحيانا بيقعدوا ساعات عمل بعد انتهاء الدوام ليخلصوا شغلهم أيوة أما الفوضوي لا الفوضوي يمكن يخلص شغله قبل انتهاء ساعات العمل بالضبط بالضبط لأنه عنده جرأة ياخد القرار ويتحمله ويمشي فيه هلأ نحن نشوف شو هي الفكرة الإبداعية شو هي الفوضة الإبداعية بالنسبة للموظفين هأخذ مثال محمد محمد إنسان فوضوي في مجال العمل ولكن إبداعي طلع هالفكرة عنده جرأة أنه يطرحها عنده جرأة أنه يطبقها عنده جرأة أنه يتحمل نتائجها وعنده المقدرة أنه يبدأ بفكرة جديدة إذا فشلت ليطلع منها فكرة أفضل فمحمد طلع أول فكرة وغامر بكل هالخطوات وأخدهم بعدما وصل لها الفكرة لقاها ناجحة دعس فيها لقاها فاشلة اشتغل عليها طبعا نحن نحط النجاح بعدما نجح بهالفكرة محمد لا يستكين محمد سيرد يطلع بعدما استقر بهذا الوضع سيرد يطلع لفكرة ثانية وثالثة ورابعة فأمثال محمد بالعمل الوظيفي هن بيشوا بدائرة من الإبداع ولو نأكس الحال على السيارة المنظم بينتقل من مهمة لمهمة بس من مهمة لمهمة خلص هالمهمة بيطلع مثل في عنا شي بالشركات اسمه تشيكلست أنا اليوم عندي تشيكلست اثمان نقاط خلص الأولى التانية الرابعة خامسة للتامنة خلصت خلصت أما المبداع شو ممكن ساوي بينتهي شو ممكن بعد وماذا بعد بهذا الشكل خلصتهم طاقات يعني ما شاء الله عندهم المحركة داخلهم يعني نشيط وحركة أكثر جميل طبعا احنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة وبعد رح نختم فقرتنا وأتم أنا المبدأ أنا رح أختم لك الفقرة أنا بصراحة جبت هذا الكتاب معي بنستشهد فيه انتبهي للعنوان القاعدة الأولى لا تتقيد بالقواعد المبدأ شو بيعمل بيكسر القواعد هذا مكتوب لإدارة الشركات الضخمة بدي إقرالكم منه جملتين بس لتدل أنه نحن وين يشرح باكنجهام وكوفمان اللي هن مؤلفين الكتاب كيف يختار أفضل الموظفين على أساس الموهبة بدل المهارة أو الخبرة الموهبة هي الإبداع هي الفوضى وكيف يحددون له ما يتوقعونه له للموظف ما يتوقعونه منه بتحديد النتائج بدل تحديد الخطوات إذن الفوضوي ما فيه من اتباع الخطوات ما فيه من اتباع القوانين ليش؟ لأنه نجاحه عم بيحقق النتيجة المرجوة هلأ كل المؤسسات والشركات والمجتمع عم بيطلب الإنسان الفوضوي وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا النتائج من بعد هذا الإنسان أهم نتائج أنا لازم بديقول حتى نحن قلنا بنهاية الحلقة قبلنا نتصالح لأنه أنا وأنت طبيعة ومحمد طبيعة ما تصالحنا لا حنتصالح حنتصالح حنقول يا عايشة الناس المنظمين هن ناس جواتهم فيه إبداع وفيهم خلق وفيهم ابتكار ولكن بطريق أقل أقل بكتير من الإنسان المبدع اللي هو نمط حياته الإبداع لذلك ما بيمنع سواء أنت يا محمد أنك تدخل شوية تنظيم على حياتك لحتى تحس بالأناقة والرتابة من حواليك وأنا وأنت ندخل شوية فوضى على حياتنا لحتى نكون عم نعايش الجانب الفوضوي والجانب المنظم بحياتنا المنجوعة أنا وعايشة جيران في المكتب يعني رح نخبر بتكمل بعض هلا أنا ومحمد جيران في المكتب كذلك جيران بالفريد هلا في نقطة ما حكيناها كنت بتمنى أن نحكيها كيف الشركات الرائدة الآن في دبي لقيت الحل ولقيت الحل العملي بعدت عن كل هالنظريات أخذت خلاصتها وطبقتها في شركة رائدة ما في لزوم لأني أذكر اسمها ولكن ممكن أذكر التجربة لو فيها النواة اللي هي عملتها التجربة اللي سوتها لقيت ببداية كل مثلا عام وظيفي لنقول أو لما بيكون في عندهم موظفين جدود بيجتمعوا فيهم بيعطوهم مهمة المهمة كتير كتير بسيطة وهي أنهم يجمعوا أفراد لجنة متخصصة بتحليل النفسيات لتقدر تستسمر هالطاقات الموجودة لأنهم هنم موظفين جدود فبتحط اللجنة بعض الجمل مثلا جملة أو إفنت تتعدى خمس كلمات مثلا أعرف نفسك أو قدم نفسك لزملائك قدم نفسك لزملائك وبيتركوا للوقت خمسة عشر دقيقة أو عشرين دقيقة ما بيحطوا لجوه شو بديوا يحكي العنوان العريض فلقوا أنه هالموظفين لما بيأخذوا خمسة عشر دقيقة كلهم تساووا في الوقت ولكن كلهم يقدموا نفسهم بصور وأشكال مختلفة جدا من خلال تقديم الصور هنه ما انتظروا على الموظف ليعيش عندهم سنة أو سنتين اللي اكتشفوا من هو هنه راحوا أخذوا من تقديم نفسه شو طريقة اللي تقدم لأن الفوضى هي طريقة تفكير ونظام حياة وجمعوا من عندهم فوضويين وعملوا منها النخبة وأخذوهم استثمار لليبداع جميل أستاذ الدلال الشيخ طاه نحن ساعدين بهذا قالها لكن للأسف الوقت أسعفني أكيد نتكلم في هذا الموضوع وقت أطول لكن للأسف هذه الفقرة وانتهت إن شاء الله نلتقي معك أستاذ الدلال في فقرات أخرى إن شاء الله موضوع شيق جدا وحيوي جدا أكيد وبشكركم على انتقاؤه يعطيك العافية أستاذ الدلال شكرا على وقفت معي وشكرا لتتوقف شكرا شكرا لأستاذ الدلال نحن ما زلنا كذلك وشكرا في موضوع المكاتب والموظفين كذلك الجلوس لساعات طويلة على المكاتب قد تسبب الكثير من المشاكل الصحية لذلك يجب على الموظف أن يمارس الرياضة بشكل مستمر حتى وهو على رأس عمله وفي مكتبه تقريرنا الحين بيعطيكم فكرة عن أهم الرياضة المكتبية اللي ممكن تسوونها وانتم في عمركم عزائي المشاهدين أصعد الله صباحكم أينما كنتم اليوم بفقرتنا رح نتعرف على أهم التمارين اللي ممكن أستخدمها خلال جلوسي بالمكتب أو بالبيت أول تمرين رح يكون عندي هو تمرين البك فلاي أو تمرين الفتح الصدر والأكتاف الأمامية سأمسك الضمبز بهذا الشكل وأرفع أداي بزاوية 90 درجة أمشي أنه ظهري مجدود وبطني مجدود والنفس كثير مهم سأعمل طريقة التمرين بهذا الشكل وان سأكرر هذه العملية لمدة 15 تكرار بعد ما أخلص من هذا التمرين سأريح لمدة 30 ثانية وبدأ بالتمرين الثاني التمرين الثاني هو عبارة عن تمرين لعضلات الأكتاف سأخذ الضمبز بهذا الشكل ظهري مستقيم نظر للأمام سأخر بهذا الشكل الاترال ريز وان اكسهيل انهيل اكسهيل انهيل النفس كثير مهم هذا التمرين يأخذ معضلات الأكتاف الجانبية والوسطى ايضا سأكرر هذا التمرين لمدة 15 تكرار بعد سأخذ ريس لمدة 30 ثانية سننتقل الآن لتمرين الجزء السفلي تمرين سكوات تمرين سكوات من أهم التمرين اللي بشغل مجموعة عضلية كبيرة وبركز على الجزء السفلي على عضلات الكوادرسيبس الرباعية وعضلات الكلوتس هذا التمرين ضروري جدا للجسم ولكن بنفس الوقت يعتبر من أخطر التمرين إذا ما عمنا بالأداء الصحيح لذلك أي حدا عنده أي إصابة دسك أو أي وجع بالظهر أنا ما بنصحه أنه يعمله تمرين سكوات الهدف منه أنه يشغل عضلات الأمامية على وجه التحديد وعضلات الجلوتس الخلفية لذلك سيكون بهذا الشكل سأفتح القدمين بالتساع الصدر ظهري مستقيم جزء ورح أوقف بهذا الشكل ورح أنزل داون أنا سأستفيد من وجود الكرسي بحيث أعمل تكنيك صحيح بحيث الثاي مع الليكز تكون زاوية 90 درجة لذلك يفضل أنه أستخدم الكرسي لأنه معظم الناس يستخدم ويعملوا سكوات بهذا الشكل يروح بالركب للأمام وهذا شيء جدا خطر على لغميز لذلك لازم ننتبه منيعة هذا التكنيك شكرا جزيلا نراكم إن شاء الله بالحلقة القادمة مع تمرينات جديدة جميلة عائشة هي الرياضة حتى في وقت العمل ولكن يمكن تكون ضغوطات العمل تبعدا عن ممارستها فعلا في العمل كذلك في بعض المؤسسات الرائدة ابتكرت أنه في بعض الأقسام أو في بعض مثلا تكون في قسم معين خاص لممارسة صلاة الرياضية وقت الاستراحة تشعر أن الموظف يرتاح قليلا ويحب طاقته مرافاني في الرياضة ويرجع لمكتبه يؤدي مهام بشكل أحسن وأفضل لا أتوقع لو كانت موجودة هنا سنكون أغلب وقتنا في الرياضة نشك فيكم أغلب وقتكم ونشوفكم في المطعم الآن المشاهدين معكم الأفاصل قصير نرجع بعد نتواصل في برنامج الصباح الشرقية ونستكمل حوارنا وحديثنا ويكون عن معرض الزهور السابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة